لا تزال التبعات قرار المهاجم الفرنسي كيليان بومبي بالاستمرار مع ناديه باريسان جرمان ورفض الانتقال لصفوف ريال مادريد مستمرة وشهدت الفترة السابقة العديدة من التكهنات بشأن المستقبل بومبي سواء بالبقاء داخل جرال ملعب حديقة الأمراء أو الرحيل إلى العاصمة الإسبانية واللاعب بقميس ريال مادريد بعدما رفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنسي الذي ينتهي في يونيو المقبل بومبي وقبل اتخاذ هذا القرار تواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مادريد حيث قال له نصيا حسب برامج تلفزيوني إسباني أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس جرمان وأضاف أريد أن أشكركم على إعطاء فرصة إمكانية اللاعب في ريال مادريد النادي الذي كنت معجبا به منذ أن كنت طفلا أتمنى أن تفهم قراري حض سعيد في نهاي دوري أبطال أوروبا بدوره رد بيريز على بامبي قائلا يؤسفني ما حدث في الأيام الماضية لقد حطموا الحلم الذي حلمت به كلاعب منذ أن كنت طفلا عامة أتمنى لك كل التوفيق تجدر الإشارة إلى أن بامبي انتقل لباريس جرمان قبل خمسة أعوام قادما من فريق موناكو في صفقة بلغت وقتها 180 مليون يورو ومنذ تلك الفترة لعب بامبي 216 مباراة بقميس باريس جرمان في كل البطولات سجل فيها 168 هدف وصنع 87 وعلى صعيد الألقاب تويج بامبي مع باريس جرمان ب11 لقبا محليا أبرزهم أربع بطولات للدوري الفرنسي ترجمة نانسي قنقر